مهاجم النادي الاهلي صداع كل مركاته ورهلة البحث عن الورقة النقصة لسكواد مرسيل كولر واخر لعب ظهر حاليا هو فرنسة الجنسية وسنغال الاصل واسمه مصطفى سنجاري مهاجم نادي لابسكا سوفيا البنغاري في الحلقة دي هتعرف كل حاجة عن اللاعب واعرض لك تفاصيل كتير اول مرة تعرفها وهنشوف هل هو مناسب للنادي الاهلي ولا لأ وهنتكلم عن حاجات كتير جدا مهمة اعتقد مش هتشوفها في مكان تاني فقاحد الله وصلا لعنبع من لاي ويلا بينا نبدأ الحلقة بص يا سيدي مصطفى سنجاري مواليد 98 يعني عنده 25 سنة في الوقت الحالي طوله 96 سمتي وبيلعب في مركز المهاجم ويمتر تسوقية 200 ألف يورو بص ما تقدرش تقول على سنجاري ان المهاجم تصنيف أول أو حتى تاني لان حجم الدوريات اللي اللي لعب لها كان تصنيفها بعيدة على مستوى المهاجمين اللي تم ترشاحهم للنادي الاهلي على مدار الفترات الأخيرة رغم ان ده مش عملة أو المهاجم كويس وفنيا يا ضريدي في بعض الأحيان مستوى الدوريات ما بيبقاش مكياس تماما بس تعال نعرف برأة ازاي سنجاري برأة في فرنسا تحديدا مع نادي اسمه فينسايل الفرنسي برأة هناك وانتقل بعدها الأكتر من فريق في فرنسا وكلها كانت في درجات بعيدة عن المستوى الأول والتاني ولكنه لعب مرة واحدة في دور الدرجة التانية مع إيميان الفرنسي وشارك وقتها في عشر مباريات وقدر يسجل هدف المهم كان بكلها تجارب مقبولة على المستوى التهديفي ولكن على مستوى دقيق اللعب كانت ضعيفة جدا لأنه لعب من 2019 لحد 2023 في 4 عندية وشارك معهم في 52 مباراة وقدر يسجل 16 هدف بعدها الموسم اللي فات انتقل لنادي فرزام البرتغالي وده بيلعب في دار الدرجة التالتة طبعا تصنيف الدوري مش قوي وحجم المنافسة بينه وبين البطوات اللي بيشارك فيها الأهل كبيرة المهم اللعب الموسم ده 29 مباراة قدر يسجل 5 أهداف وصنع 6 أركام جيدة بس على مستوى الدوري كان متوقع انه يتقلق أكتر من كده ويهدل مردود رقمي أفضل علشان مع عبدات الموسم الحالي ينتين للخطوة الأكبر في مسيرته وهي انتقلوا لنادي لفيسكا سوفيا البلغاري وده كان في بداية المركاتو الحالي ولعب معهم حتى الآن 11 مباراة بما يعادل تمام مباراة فعالية ويقدر يسنجل 5 أهداف وصنع عدفيه أركام ممتازة الحقيقة في مستوى أقوى من الدوريات اللي شارك فيها وهنا أنا قلت لك من الشرط المستوى الدوريات يكون دلالة على إمكانات اللعب وقدرت تلاقي لعب جامل جدا وبيلعب في دورة غير مصنف وهنا نجي للسؤال المهم قال اللعب ده لو نضم للنادي الأقلي هيدر يقدر يقدر بإضافة ولا لا بص السيدي مبدأين كده من سيركولر كانت طلبات وطحة محتاج اللعب يلعب جناح أو حتى مهاجم ويكون عنده إجادة في المركزية علشان يقدر يستفاب به هو وسامه بعالي في الملعب يعني كده الجزئية رقم واحد مش معجودة في المهاجم ده الحاجة التانية أنه ملعبش في حجم البطولات اللي شارك فيها النادي الأهلي ما بيلعبش في نفس الكواليتي يعني والنادي الأهلي بيشارك في بطولات أقوى كتير من الدور البلغاري اللي هو أقوى دوري شارك فيه سنجاري الحاجة التالتة والأهم أنه لعب معندوش كل المواصفات أو مش مناسب لطريقة لعب الأهلي هو لعب خارج الصندوق تقدر تقول عليه محطة جايدة يقدر يستلم ويسلم بشكل جيد ولكنه برضو معندوش دقة الباص العالية جدا وفي نفس الوقت هو لعب الدريبل والكنتوريت بتاعته مش عاليين إطلاقا هو لعب مناسب ولكن ما تقدرش تقول عليه أنه لعب عنده حلول كتير بيفوت في الواحد على واحد طبيعي ولكن بنسبة 30% فقط بيجي دل لعب الدربات الرئاسية وده طبيعي لأنه 96 سنتي ويقدر يسجل أكتر من هدف من دربات رئاسية كمان هو لعب الدنيا نوقف على رجله والتحماته قوية سواء الأرضية أو حتى نوائية والبنيان الجسد التاعه كوي ما شاء الله من بعض سلبياته برضو أنه لعب السريع فأنا بشوف أنه فنيا مش مناسب إطلاقا النادي الأهلي محتاج مهاجم يمتنط سرعة كبيرة يقدر يتحرك مبيل الخطوط بشكل هيل يجي دل لعب الدربات الرئاسية زي ما انت شايف كده من سنجاري ولكن هو ينقص حاجات كتير جدا علشان يكون مناسب للنادي الأهلي وقالت أنه ينضم للأهلي وينجح ولكن دي وجهة نظري وأنا بقيه مع المستقل لأنه شفته منه على مدار مسيرته أو على مدار آخر ثلاث مقسم ليه هو لعب جايد يمكن يتطور بعد كده ويكسر الدنيا ولكن هنا بشوف أنه فنيا غير مناسب تماما للنادي الأهلي في الوقت الحالي الحاجة الرابعة والأخيرة أنه اللعب ده نضم في المركاتو الحالي أنه الفيسك السوفيا البلغاري يعني لسه منضم للفريق وعاده مستمر مع النادي الحد 20-27 هتقول يا طفاني أن الأهلي صعب يخلص اللعب هقولك لا تماما النادي اشترى اللعب ده بـ 175 ألف يورو والنادي الأهلي لو تفاوض مع اللعب ودفع 600 أو 700 ألف يورو هيقدر يخلص اللعب عادي جدا واللعب هيكون موافق والدنيا جميلة لأنه خطوة أفضل كتير من كل خطوات مسيرته ولكن زي ما قلت لك أنا شايف أنه فنان غير مناسب للنادي الأهلي وأنا شايف برضو أن الأهلي مخدش خطوات صريحة على المهاجم ده لأن الكلام كتير جدا على مدار الساعة الأخيرة أنا أوصك أن المهاجم ده مش هيوافع عليه مرسيل كولر مش عارف إلا هيحصل الفترة اللعجية ولكن حبيت أككلم على اللعب وقلت لك رأيي فرنيا وأستنى أسمع رأيها هل مصطفى سنجريلا منضم للنادي الأهلي حيادر يشكل إضافة ولا أنت شايف إيه وأخيرا أتمنى بلما تفل الحلقة يا ريت توحد الله لا لا إلا الله وتصلى على سيدنا محمد عليها عودة للصلاة والسلام وعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وقعد نسى تعمل لايك وفولو للصفحة رسمية على فيسبوك اللي اسمها أسست بننزل حاجات هناك مثل موجودة على يتيوب فخص يعمل لايك وفولو نتقابل بخير سلام